اهلا بكم يا شباب خلونا نكمل كلام عن الـ expansion احنا في الفيديو اللي فاتتكلمنا عن الـ expansion في الـ solids وفي الـ liquids وكنا شوفنا ان الـ expansion في الـ liquids اكتر من الـ expansion في الـ solids دلوقتي خلونا نتكلم شوية عن الـ gases والـ expansion بتاع الـ gases في الاول لازم نعرف ازاي الاول الـ gas ممكن يـ expand لان انا الـ gases عمتلا لما بتكلم عليها بتبقى الـ gas ده جوه container معين فانا لو عندي container كده جوه gas molecules انا عايز اعرف ازاي ممكن اخلي الـ gas molecules دي تخلي container و الـ gas اللي جوه container يـ expand انا دلوقتي لو applied heat من تحت لما temperature بتاعت المـ molecules بتزيد الـ kinetic energy بتاعت المـ molecules بتزيد بس هنا انا المـ molecules already بعيدة قوي عن بعض وما فيش فورسز ما بين المـ molecules وبعضها زي في الـ solid wave في الـ liquids فانا اكتشي الـ gas مش مضطر يـ expand يعني انا ممكن بس المـ molecules تتحرك اسرع وخلاص بس الفكرة هنا في حاجة الـ gases لما بسخنها المـ molecules بتاعتها بتمشي more randomly ولما بتيجي تغبط في بعضه تغبط في الـ container دي اهم حاجة ان انا لو عندي molecule خبطت في الـ container وعملت rebounding حصل change in momentum فقولنا انا عندي دلوقتي الـ speed بتاعتي زادت فالـ change in momentum بتاعي z وكمان الـ rate of collisions of the molecules z مع الـ walls of the container لازم اقول كده with walls of container فانا دلوقتي ال هيحصل جوه الـ container لما الـ rate of collisions بتاع المـ molecules زيزيد بمنهم ماشين اسرع فايغبطوا بـ rate اعلى مع الـ walls وكمان بيغبطوا بـ speed اعلى فده مفروض يخلي change in momentum اكبر فانا عندي دلوقتي greater force الـ force acting on the wall هيزيد فده هيعمل حاجة اسمها increase in pressure الـ pressure اللي الجاز بيعمله على الـ wall هيزيد طب هو لو سألني اصلا ازاي الـ gas exerts a pressure on the walls of the container ابتدي واقوله ان انا اصلا الـ gas molecules move randomly ولما بيموف randomly بيحصل collisions أقوله اسم موسيقى الـ molecules么ـ and rebound from the walls of the container فقرة ان انا جبت سيرت الكاليجيزっ اسم بتاع الملك اعدى المقرز مع viewing الـ container دلواحدها تدين درجة بعدين اقوله سنرائق ، بعدين اهالاتها ما ي describe بيحصل brightness يعني إنهم مثل نظام مهالاتها رحت ورجعت غيرت دايركشن يبقى انا كده حصل change in momentum which exerts a force over an area. ومدام قلت ان في force or area يبقى كده عرفت ان في pressure. لان انا ممكن يجي ليه سؤال دلوقتي انا عندي دلوقتي ازاي اجاز exerts a pressure. معليش ان انا سخنت. معليش ان انا ضغطت. معليش ان انا عملت اي حاجة. بس قال لي ان انا لوحدها كده. لو انا عندي كنتينر جواه شوية جاز. من غير ما ساخن ومن غير ما برر من غير ما عمل اي حاجة. هو الجاز اللي جواه كنتينر عامل pressure جوه الكنتينر. فبيسالني ازاي الجاز دا بيعمل pressure. اول حاجة اقول له ان انا وبعدين اقول له اخر حاجة اقول له ان في change in momentum. وان ال change in momentum دا بيعمل force over the area of the wall of the container. فانا كده فهمت ان انا لو temperature بتاعة الماليكيلز جوه بقى زادت. يعني هيمشوا اسرع يعني هيغبطوا اكتر بريت اسرع او frequency بتاعة ال collisions مع ال walls هتزيد. فانا كده هعمل force اكبر على walls of the container. فانا كده هعمل pressure اكبر على walls of the container. الفكرة بقى ان انا لو container دا ال walls بتاعته مش مش حاجة صلبة كده مش حاجة مسكة نفسها. لو pressure inside container. بقى اكتر من pressure outside container. الفوليوم بتاعي. هيكبر. هي دي الفكرة. فانا وصلت للحاجة نهائية هنا. ان لما temperature زادت فعلا الفوليوم زاد. بس مش بسبب ان الماليكيلز باعدوا عن بعض وخلاص. لا. دا كان حصل كذا حاجة في النص. ان انا لما temperature زادت الماليكيلز اتحركوا اسرع. فعملوا change momentum اعلى. وال rate of collisions اعلى. فعملوا force اكبر على container من جوه. فبقى pressure جوه container اكبر من pressure برا. ال container. فكده عندي resultant force البرا. فده يزوء container لبرا. فانا pressure من جوه اكتن كده. وpressure من برا اكتن كده. بس اصغر منه. فهلاقي container ابتدى يكبر لبرا. برضو pressure من هنا اكبر من pressure من هنا. فلاقي container ابتدى يكبر. وهكذا. في كل ال directions بقى. pressure جوه اكتر من برا. فلاقي container بيتزق لبرا. فال volume بتاعي هيكبر. دي الطريقة اللي الجازز بتعمل بيها expansion. طيب بما ان عندي factor تالت دخل في الموضوع. احنا كنا بنتكلم في الصوردز والليكويدز بس على temperature و volume. لكن لما يدخل في الموضوع pressure انا كده عندي مشكلة. ان في تلاتة factors بيأفكت بعض في نفس الوقت. عشان ادرس كل حاجة في experiment بطريقة كويسة. انا constant. فانا عشان ادرس التلاتة دول مع بعض. هخلينا نديهم اسامي كده. temperature ديها تي. volume capital V. pressure capital P. لازم في الاول اختار واحد منهم يكون constant. يعني مثلا. for example. خلينا ناخد الاول ان انا لو عندي temperature constant. وبتديت العب في ال pressure. ايه اللي هيحصل في ال volume. او ابتدت العب في ال volume. ايه اللي هيحصل في ال pressure? واشوف انا عندي دلوقتي. هخلي ان انا عندي constant temperature كcontrolled variable. واقول بقى دلوقتي. انا ممكن اكون بغير pressure واشوف ال volume هيحصله ايه? او اغير ال volume واشوف ال pressure هيحصله ايه? في ال device اللي مرسومه على اليمين ده. انا عندي هنا منometer. والمنometer ده اه متوصل ب pressure gauge عشان. وبياكت بpressure على شوية liquid. والليكويد دول هيضغطه على شوية جاز محبوسين جوا تيوب. glass تيوب كده. فانا من ال reading بتاعة المسطرة دي اقضى رئيس ال volume بتاع الجاز. ولما هapply pressure من هنا هغير pressure ب ed. يعني ده independent variable. وهو متفرج. اشوف ايه اللي هيحصل لل volume. طبعا انا كل ما هضغط من الناحية دي. كل ما الليكويد ده هيطلع لفوق. ولقي volume بتاع ال air حصله انه صغر. لما بتضغط على حاجة انت بتصغرها. فهيدي الفكرة. فانا عندي دلوقتي some good idea. ان انا كل ما هزود pressure على شوية جاز. كل ما ال volume بتاعه هيظهر. بس خلينا اكشلي نشوف ايه اللي بيحصل في الموضوع. لو بصينا في السيميليتر ده انا عندي هنا فيه container فيه جاز molecules already موجودة. التمبراتر بتاعة الجاز انا اسيبها زي ما هي. اه فيه ثرمومتر هنا بي اسلي تمبراتر والتمبراتر هنا بي اه اه سكيل معين اسمه kelvin سكيل. مش بال degree Celsius اللي احنا متعودين عليه. بس هنسبها كده for now. وعندي فيه pressure gauge. الpressure gauge ده بي اسلي pressure بتاع الجاز اللي جوه الكنتينر عامل ازاي. وفيه هنا handle عشان احرك ال volume برحتي. انا هسبت التمبراتر هعمل عندي constant temperature بحيس ان انا مهما حركت ال volume اه غيرت وزودت ونقصت ومش عارف ايه. واستي pressure غيرت وبرده still التمبراتر هتفضل 300 كالفين. انا دلوقتي عندي في الرولر هنا عندي reading 9 nanometers في الكنتينر. لو انا قريت pressure دلوقتي هقول انه دلوقتي كان 0.52 وبعدين نزل 0.48. اقول ال average بتاعه ده دلوقتي 0.5. خلينا نرسم الكلام ده على graph. والgraph ده ال x وال y axis بتوعه volume وpressure. فانا دلوقتي عندي اكسس على ال x axis pressure بالاتموسفيريك pressure يعني multiples of atmospheric pressure. فانا عندي كانت اول reading عندي 0.5 يعني في المنطقة دي. وكانت ال reading بتاعه volume بال 9 nanometer انا خليها length دلوقتي. 9 يعني هنا. فقول ان انا اول point عندي اهي. عندي 0.5 من الاتموسفيريك pressure كpressure. وعند 9 nanometer كلنث او بيربريزنت ال volume عشان اكروسكش ال area بتاعتي هتفضل سابتة. طب ايه اللي يحصل لو انا صغرت ال volume شوية. سيهي مسلا خليته النص. بدل 9 خليته 4.5. واستنيت لغاية اما temperature ترجع تاني لغاية 300 كالفين. اوكي انا كده زبط ال temperature بتاعتي اجي اشوف pressure gauge بتاعي بيلعب حوالين one atmospheric pressure. فانا هعمل plotting ليه الارقام دي. فانا عندي دلوقتي 4.5 في المكان ده. وعندي one atmospheric pressure يعني نطلع وناخد ال point التانية اهيه. طيب لو انا خليته مسلا اه التلت. بدل ما خليته 9 خليته 3. يعني هروح عندي ال reading دي. 9 ادي. one two three. فانا اللانث بتاعي دلوقتي 3. واستنى برضو لغاية اما temperature بتاعتي تقل ل300 كالفين تاني. عشان يتاكد ان انا بتعمل مع conostent temperature ويبقى. two factors هنا volume ويهه pressure بس. خلينا نستنى كده ونشوف ال reading هتبقى كام. يعني في ال range وبين one point four one point five. يعني خليها ناخد average كده one point forty five. ونعلم عليها. فانا عندي دلوقتي. عند ال pressure one point four five. كان الفوليم بتاعي three. او اللانث بتاعي three. فانا كده عندي graph بس شكله مش straight line by the way. لو ركزته شوية هتلاقي graph ده شكله شوية curved. خلينا اخد point تاني عشان نتاكد من المنظر بتاع الجراف شوية. يعني لو زودت هنا one point seven. واستنيت اصغر الفوليم تاني. بقيت اما اوصل ل seven مسا. او خليها six point five. six point five. يعني عندي دلوقتي one two two point five. ال reading عنده two point five. الفوليم. ونستنى لغاية ال reading تبقى three hundred kelvin تاني. وناخد reading لل pressure هنا. طلع على one point seventy one. وننزل one point sixty. خليها في النص برضو. one point sixty five. فانا عندي دلوقتي. عند two point five. ال reading كانت one point sixty five. يعني هتبقى هنا. فلو خذتنا بقى لكم ده منظر curve. مش straight line. by the way. curve ده ليه characteristic. ده زي ال inversely proportional. يعني لو درسنا شوية كده. وخدنا value دي. وشوفنا دي كام. وبعدين خدنا value دي. وشوفنا دي كام. كبس تفيت كده للجراف. هلاقي ان انا دلوقتي لما reading على ال x-axis بتبقى doubled. reading على ال y-axis بتبقى halved. معنى كده ان ال volume. و ال pressure are inversely proportional. ممكن اكتبها كده او ممكن اكتبها كده. فانا عندي relationship دلوقتي ما بين volume و ال pressure. خلينا نرجع تاني بقى لدرس بتاعنا ونشوف ازاي نطبق الكلام ده عشان نطلع منه equation. طيب فانا اكتشفت دلوقتي ان pressure inversely proportional to volume. ده في الماثماتيكس ممكن نترجمه بطريقة. ان انا pressure equals constant معين كده. multiplied by one over volume. ده معنى كلمة proportional. proportional يعني equal constant times. طيب استفدت ايه? ممكن اودي ال volume ده الناحية التانية. يعني ممكن اقول ان انا pressure times volume دايما هيطلع رقم constant. بس بشرط. ان انا عندي دلوقتي constant temperature. خلي بالكم ان انا في كل ال reading بتاعتي كنت استنيت لغاية ما temperature ترجع تاني لنفس value. بس عشان اتاكد ان انا بتكلم صح لازم factor زيادة condition. لازم constant amount او mass او number of molecules. amount of gas. عدد الموليكيلز ما يكونش بيتغير. لان لو عدد الموليكيلز كبر الاقي pressure. الفاليو بتاعته زادت والاقي constant ده اتلعى فيه. طيب معنى كده ايه بقى? ان انا دلوقتي لو اخدت مسلا سيناريو معين وخدت pressure و volume. سمتهم pressure one و volume one. لكونتينر في gas. الجاز ده ما فيش حاجة زيادة بتدخله ولا في حاجة بتخرج منه. وقمت لعب انا في volume او في ال pressure فبقى عندي pressure جديد pressure two. و volume جديد volume two. هلاقي ان انا دايما لما باجي اعمل pressure times volume هيطلع نفس الرقم. يعني ايه دلوقتي? يعني pressure one times volume one. هيطلع هو هو pressure two times volume two. بس بالشرط بتاع ان انا لازم يكون عندي constant temperature. و constant amount of gas. الرول دي انه P1 V1 equal P2 V2. او pressure times volume equal constant. بنسميها boils low. الاسم مش هيسئل عليه كتير بس كاكسبرمنت واحد عمل experiment سميها باسمه سميها boils low. طيب احنا كنا قولنا ان انا عندي ثلاثة variables temperature و volume و pressure. انا دلوقتي كنت ثبت temperature ولعبت في ال volume و شفت ايه اللي بيحصل في pressure او لعبت في ال pressure و شفت ايه اللي بيحصل في ال volume اكتشفت ان هما inversely proportional. يعني لما انا بحط pressure و volume يطلع curve بينام لتحت كده. او لو حطيت pressure مع one over volume اللي هي المنظر بتاع directly proportional البقى. هيطلع straight line through the origin بس actually مش هلاقي دول موجودين في ال experiment. لان انا مش هوصل ل pressure zero ولا volume zero في الموضوع خلص. مش هقدر اوصل لهم اصلا. طيب خلينا نلعب لعبة تانية ان انا مرة دي بدل ما انا هلعب في ال pressure وال volume وخلي temperature constant. لا انا هخلي ال volume هو ال constant. وهلعب في temperature. كindependent. واشوف ايه اللي بيحصل ل pressure. طب خلينا ناخدها كده من ناحية scientific الاول theoretical وبعدين نشوف ك simulation وتتعامل ايه اللي بيحصل في pressure وال temperature. احنا كنا قولنا ان انا دلوقتي لو temperature بتاعتي بتزيد. the kinetic energy of molecules. بتزيد. في rate of collisions. بيزيد. وكمان the change in momentum بتاع الخبطات بتاع the collisions. بتزيد فده هيعمل لي greater force. الفورس على ال walls. هيكبر. فهيبقى عندي pressure. اعلى. فانا وصلت لمعلومة انه لما temperature بتزيد ال pressure. بيزيد. طب كنت هشرح ازاي موضوع ان pressure بيزيد لما الفوليوم بيقل. كنت هقول ان انا لما الفوليوم بيقل. المركز ما تحركتش اسرع ولا اي حاجة. انا ما خليتش اي حاجة تحرك اسرع. بس لما الفوليوم قال. اللي space قلت. فبقى عندي rate of collisions اكتر. وده هيعمل pressure اعلى. يعني انا اكشلي ما خبطتش بفورس اكبر بس بما اني ضيقت المساحة فهلاقي الموليكينز بتغبط بrate اعلى. فهلاقي pressure بيزيد. فده بتاع ليه لما الفوليوم بيقل pressure بيزيد. واعكس بقى الجملة لو قال لي ان انا الفوليوم زاد. هقوله ال space كبرت فال rate of collision هيقل. فال pressure هيقل. لكن هنا انا دايريكلي بتكلم على kinetic energy of molecules وال rate of collisions والفورس اللي انا بعمله. اكشلي بيزيد عشان المركز مشيت اسرع. وخبطت بقوة اكبر في ال world of the container. فال pressure بتاعي هيكبر. طيب خلينا برضو نرجع ونشوف simulation لايه اللي بيحصل. المرة دي انا مش هخلي temperature constant انا هخلي ال volume constant. فانا مش هعرف احرك ال walls of the container. بس ممكن اسخن وممكن ابرد. فانا for example دلوقتي عندي temperature 300 kelvin. هنرسم الجراف بتاعنا دلوقتي بكلفن. ممكن الاول ارسم ال plot ال point دي بتاعت ان انا عندي temperature معينة 300 kelvin مع pressure تقريبا 0.5. فخلينا نعمل plotting ال point دي. 300 kelvin مع 0.5 atmospheric pressure. ادي اول point. ممكن نقلل temperature شوية. بغاية مساء ما توصل ل 200 degrees. 200 kelvin. يعني تقريبا 200 kelvin. ونشوف ال pressure هيبا كام. تقريبا انا عندي 0.36. فخلينا نعمل plotting لل point دي. عندي 200 0.30. انا عندي هنا. 0.36 تقريبا هنا. خلينا نعالي temperature تاني. ممكن نوصلها لي 400 kelvin. ونشوف ال pressure هيكون كام. تقريبا 0.66 او 65. فانا عندي هنا. نزاوه التاني. تقريبا 500 kelvin. ال pressure دلوقتي تقريبا 0.8. نزاوه التاني temperature. نوصل 600 kelvin. تقريبا. بعد تقريبا 1. ناخد reading كمان زيادة. 700. 100. تقريبا 1.1. ما بين 1.1 و 1.2. يعني تقريبا هنا. لو انا عملت plotting للpoints دي. حاليا ان البثفت بتاعهم تقريبا straight line going through the origin. straight line going through the origin يعني ايه بقى؟ يعني ان ال pressure will temperature are directly proportional. بس خلي بالكم من حاجة ان انا بتكلم على temperature in kelvin. طب انا ليه بتكلم على temperature in kelvin؟ ازاي اصلا بتكلم على kelvin scale. ال kelvin scale هو عبارة عن temperature scale. temperature scale بال degree celsius بنسميه theta. فانا الثيتا اللي هو degree celsius بزود عليه two seven three. يبقى هو ده ال kelvin scale. فانا باخد temperature بالcelcius. ازود عليها two seven three. تبقى هي دي temperature ب kelvin. او لو انا عايز اجيبه temperature بال degree celsius. وانا عندي temperature ب kelvin. هاخد temperature ب kelvin اللي بنسميها تي وعمل minus two seven three. طب انا استفدت ايه دلوقتي? انا عندي دلوقتي لو كنت رسمت الكلام ده كله بس ب degrees celsius. هاخد كل value من اللي موجودين على ال x axis دول وعمل لها minus two seven three يعني تقريبا minus three hundred. فانا for example لو خدت ال value بتاعت ال seven hundred اللي كانت هنا دي. لما نقص منها two seven three. تطلع four hundred and twenty seven. طيب لما اجي اخد مسلا ال five hundred. ونقص منها two seven three. تطلع two hundred twenty seven degrees celsius. ده كله ده بال degrees celsius. طب لو اخدت two hundred seventy three. وعملتها minus two hundred seventy three. هتطلع لي zero. فانا zero degrees celsius ده مكانها. which means ان انا ال access بتاعي المفروض يبقى موجود هنا هو. لو كنت عملت graph ده بال degrees celsius. طب لو انا graph بتاعي شكله كده. هلاقي ان هو straight line بس مش معدي through the origin. فانا معنى كده ان ال degrees celsius مش directly proportional مع ال pressure. وده عمال لازمة. الفكرة بقى في ايه? ان انا لما جربت كازا جاز مع بعض. وحطيت ال temperatures بتاعيتهم بال degrees celsius مع ال pressure. لقيت اني graph كلها. لما باجي اوصلها. باجي اعمل لها extension. توصل في الاخر هنا. اجي اعمل جاز جديد. اجي اوصله. واعمل له extension. يوصل هنا. البوينت دي كانت دايما بتطلع negative two seven three degrees celsius. فانا كده اكتشفت ان degrees celsius ده مش scale كويس. فعشان كده اترينا نتحول ليه graph بتاعت الكلفن. فخلينا نكتبها كده مع بعض في الدرس بتاعنا. انا دلوقتي ال pressure is proportional to temperatures by degrees celsius ولا بالكلفن? لا بالكلفن. طب ازاي احسب temperature بالكلفن? temperature بالكلفن هي عبارة عن temperature بالdegree celsius plus two seven three. جبتها منين? لاني graph بتاعتي كانت دايما لما باجي عمل لها extension بتوصل ل negative two seven three degrees celsius. فاللي اكتشف الموضوع ده اللي هو cancer kelvin. سمى scale جديد باسمه واعتبر ان point دي اللي هي negative two seven three هي zero kelvin. فانا كده عارفت حاجة. في حاجة اسمها zero kelvin. و zero kelvin دي هي negative two seven three degrees celsius. وبنسميها absolute zero. طب يعني ايه بقى كلمة absolute zero? absolute zero معناها ان انا الموليكيلز ما بتتحركش. ان الموليكيلز عندها no kinetic energy. ما بتحركش خالص. فلما الموليكيلز ما بتتحركش خالص. مش هتعمل. فبالتالي مش هتعمل. فبالتالي مش هتعمل فبالتالي مش هتعمل. فعشان كده ان انا دلوقتي عند zero kelvin. مش بيبقى فيه pressure. pressure بيبقى ب zero. عشان مفيش موشن. مفيش مفيش خبطات. مفيش فورسز. فانا كده فهمت شوية. فانا دلوقتي كل ما هتعامل مع temperature. مش هتعمل بال degree celsius. انا هتعمل بي ال kelvin. طب ازاي احسب kelvin من degree celsius? احسبها ان انا اشوف degree celsius plus two seven three. الرقم two seven three ده حفظ. مش هيتقلي في الامتحان. انا لازم احفظه. طيب. خلصت وعايزة temperature انا بقى دلوقتي بال degree celsius. لو انا عايزة degree celsius قلنا بنشوف temperature كاية بال kelvin بكام. ونعملها minus two seven three. بدل بنعمل plus بنعمل minus. طب استفدت برضو ايه من موضوع عن pressure with temperature are directly proportional. directly proportional في الماثة معناها equal with constant times. يعني pressure equal constant times temperature. يعني pressure over temperature لازم دايما يطلع لي رقم constant. طب ده بشرط ايه بقى? ان انا لازم يكون عندي. constant volume plus نفس condition اللي هو constant amount of gas. لان عدد الجاز molecules لبك اطرتها هتأثر على pressure. فانا لازم constant amount of gas. constant mass of gas. او constant number of molecules. ومعها constant volume عشان اقدر استخدم الرول اللي هي pressure over temperature equal constant. يعني ايه برضو? يعني لو انا اخدت temperature بالكلvin at any point. وشفت الpressure بكم? خدت temperature one. pressure one. واخدت سخنت شوية نفس الجاز من غير ما اغير اي حاجة فيه في الفوليوم او في عدد موليكيلز. فوصلت ال temperature الجديدة واستي pressure الجديد. هلاقي دايما ان ال value بتاعة pressure over temperature constant. يعني لو عملت pressure one over temperature one. هيديني نفس المagnitude بتاع pressure two over temperature two. بس بشرط ان انا لازم يكون عندي constant volume وconstant amount of gas. فانا دولي two equations اللي عندي دلواتي. لما كان عندي constant temperature. pressure والvolume كانوا inversely proportional. وطلعت منهم الرول اللي هي P1 V1 equal P2 V2. او PV equal constant. عشان هما كانوا inversely proportional. بنعملهم times بعض يطلع constant. لكن لما كانوا directly proportional اللي هو constant volume. والpressure والtemperature هما اللي بيضغيرو. يبقى P1 over T1 equal P2 over T2. او P over T عمتا equal constant. عشان هما directly proportional. proportion. مدام حكتين directly proportional يبقى لازم over بعض يديني constant. وبرضو ما نساش ان انا لما يجي اعوض في temperature هنا. لازم تكون temperature be a Kelvin. مش celsius. celsius تجيب لك نتيجة غلط. ما ينفعش استعدم degrees celsius. هنا لان graph بتاع degrees celsius مش passing through the origin. الغراف تاع Kelvin هو اللي passing through the origin. اللي عندي zero Kelvin. اللي absolute zero. اللي قلنا عليها. ما بيبقاش فيه kinetic energy للمolecules. طيب. بعد ما عملنا موضوع constant temperature. وشوفنا pressure volume عاملين ازاي تلا. inversely proportional. وبعد ما عملنا constant volume. وشوفنا pressure with temperatures عاملين ازاي تلا. straight line. بس مش through the origin by degrees celsius. فاضطرينينا نعمل scale جديد. اسمه Kelvin scale. عشان يبقى straight line through the origin. وعملنا ان pressure with temperature are directly proportional by Kelvin. لو عندي constant volume. وفي الاثنين كيس برضو كان عندي constant amount of gas. هنا انا هعمل عندي constant. pressure. وكمان constant amount of gas. وهشوف بقى ايه اللي بيحصل لي. ال volume لما بغير temperature بتاعتي. طيب فانا basically مفروض افهم ان لما temperature بتزيد. مفروض kinetic energy of molecules تزيد. فالrate of collisions. بتاعتي هيزيد. والفورس هيكبر. ودلوقتي رحنا الحتة وحشة ان pressure هيكبر. بس المرة دي انا ال volume بتاعي مش ثابت. انا مش ثابت container بتاعي. اه constant volume. لا ال container بتاعي ممكن يتحرك. ممكن ال words بتاعته تتحرك. فانا اقول دلوقتي مادام pressure inside بقى اكتر من pressure outside. ال volume بتاع ال container هيزيد. وانا كنت افاكر ان لما ال volume بتاع ال container بيزيد. ال pressure يرجع تاني. يقل. فانا كده بالحركة دي. ان pressure زاد وعدين قل تاني اقدر اعتبر ان pressure constant. ووصلت لحاجة. ان لما temperature بتزيد. هلاقي ال volume عمتا. بيزيد. طيب. ممكن اعمل حركة زي دي ازاي. ممكن اجيب حاجة زي اللي مرسومة عندنا على اليمين هنا. في container. والcontainer ده انا حابس. اه جوا air في glass tube رفيعة كده. وحاطت هنا sulfuric acid او اي liquid. droplet liquid كده في tube رفيعة. هلاقيها بتحبس ال air اللي تحتها. وتفضل droplet دي متعلقة كده. طب ايه اللي يحصل لما اسخن من تحت. هلاقي droplet دي. ابتدت تطلع لفوق. ليه طيب. ال pressure في المنطقة اللي جوه دي. كان زاد. فبقى اكتر من ال atmospheric pressure اللي فوقيه. من ال من الهواء. فوق ال tube وفوق ال droplet. فانا بقى عندي pressure من تحت اكتر من فوق. فبقى عندي resultant force الفوق. الفوليوم بتاع الجاز اللي تحت هيزيد شوية. خلينا نشوف الكلام ده في simulation برضو. اوكي في simulation هنا انا عندي ال temperature ابتدت ب 100 kelvin. وال pressure كان برضو عمال يلعب حوالين 0.5. فانا عندي 0.5. فانا عندي pressure هيفضل عندي 0.5. ال temperature هلعب فيها شوية. هبتدت يسخن ويغير ال temperature. وهاشوف ايه اللي بيحصل في الفوليوم. انا الفوليوم هنا تقريبا بتكلم على ادي 1 2 2 point 8. فانا بتكلم على 2.8. خلينا نعمل plotting للكلام ده. عندي ال distance اللي بيربريزنت الفوليوم على ال y axis. وهي temperature بكلفن على ال x axis. كانت عند 100 kelvin تقريبا عند 2.8. فانا بتكلم 2.8. يعني تقريبا هتبقى هنا هو. ادي اول point عندنا. خلينا نلعب في temperature شوية. خلينا نزودها. خليها تروح 200 kelvin. او خليها 150 الاول. تعريبا 150 kelvin. ونستنى نشوف الفوليوم هيحصل له ايه. انا دلوقتي لما زودت temperature ال molecules بيت تخبط اكتر فعملت pressure كبير جوه. فابتدت تزق ال container. خلينا نشوفها تاني. لما هاجيها اسقع. ال pressure وطي عن البرة. وبعدين حاجة سخن تاني. اوصل ل 150. ال pressure جوه كان عالي عن 0.5. وبعدين ابتدأ يقل تاني لما الفوليوم كبير شوية. طيب انا الفوليوم هنا تقريبا عند ادي 1, 2, 3, 4, 4.2 تقريبا. فخلينا نعمل plotting ال point دي. عنده ونهارة 50 كان عندي 4.2. ادي point التانية. خلينا نزود التمبرتشير تاني. انه خليها توصل ل 200. ونستنى نشوف ال ال volume بيحصل له ايه. برضه المركز عمالها تغبط بفورس اكبر. فبريشر جوه بيزيد. فده بيزوء كونتينر لبرة. عاشة بريشر برة كان اصغر. خلينا نشوف ال volume تقريبا ال average بتاعه كام. انا عندي ادي 1, 2, 3, 4, 5 5.8 تقريبا برضه عمالي اللي عب حوالين 5.8. فنحامل plotting عندي 200 في 5.8. ادي point اللي بعدها. خلينا ناخد readings تاني. عند مثلا 250 وعند 300. تقريبا عندي 250 كلفن. نشوف ال volume هيوصل لكام. انا عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ما بين 7.2 و 7.6 يعني 7.4 تقريبا خلينا نعمل plotting لكلام ده. ادي 250 عند 7.4 هتبع تقريبا هنا. اخر reading ناخدها. عند 300 كلفن. تقريبا عند 300 كلفن. نستنى نشوف ال volume. ده 8. حاجة. تقريبا 8.6. خلينا نعمل plotting لكلام ده. عند 300 كلفن با عندي 8.6. وكنت دايما باستنى لغاية تمة. ال pressure يكون سابت. لو جيت برضو عملت plotting ليه اللاين ده. هلقي برضو straight line through the origin كباستفت line. طب انا دلوقتي نفس الفكرة بتاعت السلسيس والكلفن. فانا عندي دلوقتي لو اخدت 273 كلفن. وعملت عندها الاكسس بتاع الزيرو. بتاع الدجريس سلسيس. فانا عندي الزيرو بتاع الدجريس سلسيس. هيبقى تقريبا هنا هو. فده الاكسس بتاعي. فطبعا برضو مش هيبقى straight line through the origin. ال point D مش عندي الزيرو ديجريس سلسيس. فانا برضو مش هيينفع استعدام الكنسيب بتاع ان ده straight line through the origin يبقى directly proportional مع الدجريس سلسيس. لا هقول ان انا التمبرتشير والفوليوم are directly proportional بس لما تكون التمبرتشير in kelvin. مش سلسيس. لان الدجريس سلسيس اهي. ما بتليش اللاين عندي الزيرو. لا كان straight line بس not passing through the origin. كان في y intercept هنا. فما ينفعش استعدام الدجريس سلسيس خالص. ما بينفعش استعدامها برضو. فنرجع تاني ونتكلم على الكلام ده في الدرس بتاعنا. انا عرفت دلوقتي ان التمبرتشير is direct proportional to the volume. لما يكون عندي كونستان pressure و كونستان amount of gas. طيب ده برضو معنى في الماثماتيكس ايه. ان التمبرتشير equals constant multiplied by volume. ده معنى ان temperature over volume equals constant. طيب ده معنى ان انا لو عندي temperature معينة بالكلفن. روحت اشوف ال volume بكام. T1 V1. وامتزودت التمبرتشير شوية فحصل expansion. عشان pressure قوة بقى اكثر من pressure بره. لغاية اما بقى ال temperatures. رجعوا تاني زي بعض. قوة وبره. فبقى عندي volume 2 و temperature 2. هلا ان انا دايما لما باقي اعمل temperature 1 على volume 1. هتبقى هي هيها temperature 2 على volume 2. او volume 1 على temperature 1. هي هيها volume 2 على temperature 2. وده بنسميه تشارلز لو. بس الشرط بتاع تشارلز لو برضو ان انا يكون عندي constant pressure و constant amount of gas. هتلاقوا ان تشارلز لو شبه ال pressure low شوية لو انا كتبت temperature تحت. كده كده دايما temperature بالكلفن بتكون تحت. pressure over temperature equal constant. او volume over temperature equal constant. واشوف التالتة هي اللي هتكون ال constant بتاعي ومعاها constant amount of gas. طب انا ممكن اختصر التالتة equations اللي هو P1 V1 equals P2 V2 و P1 over T1 بكلفن equals P2 over T2 بكلفن. او V1 over T1 بكلفن equals V2 over T2 بكلفن. كلهم ممكن اختصرهم في equation واحدة ان P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2 لان انا لو عندي constant volume أليه volume 1 و volume 2 زي بعض يروحوا مع بعض فاتبقى اللي بتاعي pressure over temperature ولو عندي constant temperature أليه T1 و T2 راحوا مع بعض لان انا عندي الاثنين زي بعض في ال equation فاتبقى عندي equation بتاعي P1 V1 equal P2 V2 طب لو عندي constant pressure ألي P1 و P2 زي بعض راحوا مع بعض في ال equation تبقى لي ال equation دي اللي هي V1 over T1 equal V2 over T2 فانا ممكن احفاظها كده او احفاظ كل equation الوحدة بس ال most repeated في الاسئلة بتاعي Cambridge دايما ال equation بتاعي P1 V1 equal P2 V2 ودايما بيسألني ايه ال conditions بتاعي ان ال equations need to apply او ال equations need to apply ان انا لازم يكون عندي constant temperature وليزم يكون عندي constant mass amount of gas الاتنين دو لازم يكونوا constant عشان ال equation دي تمشي معايا او اعرف احل بيها خلونا كده ناخد شوية examples على ازاي نحل بال equations دي في example موجود هنا بيقولي عندي cylinder contains 50 cm cubed اللي هو volume by the way of air اللي هو gas يعني بتكلم على التلاتة equations دول اللي by the way بنسميهم gas laws والpressure بتاع الجاز دا كان 120 كيلو باسكال خلونا ناخد بالنا من الفريفكس دي فانا عندي هنا pressure بيقولي عايز يعرف ال volume الجديد يعني انا عندي volume 1 وعايز يعرف volume 2 بكم when the pressure is increased to 400 كيلو باسكال يعني انا كان عندي pressure 1 وبقى عندي pressure 2 طيب هل قبل يصيرت اي حاجة تانية غير volume of pressure يبقى هو عمل assumption كده ان انا عندي constant temperature ممكن يسألني عليها by the way فاخر السؤال يقولك what assumptions did you make about your calculations ان انا كان عندي constant temperature و constant mass of gas دول التو assumptions بتوعي وهستخدم انهي equation بقى اللي هي بقى P1 V1 equals P2 V2 ونستخدم بالارقام اللي موجودة عندنا P1 كان 120 كيلو و V1 كان 50 سنتيمتر كيوب P2 كان 400 كيلو و V2 ده اللي انا اكشلي عايزه فيه حاجة بس لازم اخد بالي منها هنا عشان هتسهل عليها شوية بما ان الاثنين pressures كانوا بالكيلو باسكال انا ممكن الكيلو دي تروح مع كيلو لان انا في الاول كنت هعمل ايه لو انا هحول من كيلو باسكال لباسكال عادي وتعمل 120 times 1000 وبعدين عملها times 50 وبعدين اقول ان ده equals 400 times 1000 يعني انا دي هعملها times 1000 و دي برضه عملها times 1000 اقول ال V2 بقى بكام فلا ان ال 1000 دي رحت مع ال 1000 دي في الاقواشن عمل divide by 1000 في الناحيتين واتبقى عندي ان انا لازم اخلي ال V2 subject يعني هوادي ال 400 الناحية التانية بالdivision فهتبقى ال V2 الوحدها equals 120 times 50 over 400 طيب دي تطلع كام بقى دي تطلع 15 بس ايه اليونت بقى هنا خلي بقى لكم ان انا اليونت بتاعت الفوليوم في الاقواشن كانت سنتيميتر كيوب و انا مغير طهاش في الاقواشن فلازم اكتب في الاخر دي برضه سنتيميتر كيوب طب لازم احولها الميتر كيوب لا مش لازم لان انا الانسر عادتا بتبقى مكتوبة نقط كده ومش محدد لي يونت طب لو حدد لي يونت ان انا لازم اطلعها بالميتر كيوب من سنتيميتر لميتر بقى divide by 100 يبقى من سنتيميتر كيوب الميتر كيوب ها divide by 100 كيوب يعني اعمل على تطلع تطلع بيقولي عندي لو في اير جاز بردو يعني هتبع الجاز لاز انا كونتينر تطلع تطلع اعمل يعني اعمل يعني انا هعمل دلوقتي تطلع 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 فانعندي تي 2 و تي 1 واستعدن بقى انه ايقواشن P1 over T1 equals P2 over T2 ونسبستيوت بالحاجات اللي عندنا عندي 300 كيلو باسكال 300,000 over the temperature الولاني كاي 290 equals الpressure الجديدة لانا معرفوش by the way over 390 وعايزة pressure ده هو subject يعني هوادي 390 الناحية التانية بالmultiplication يعني انا هعمل دلوقتي 300 times 1000 divided by 290 وهعمل في الاخر times 390 عشان اجيب الpressure الجديد بكامل pressure الجديد يطلع 403448 0.25 2759 انا مش هكتب كل ده انا هقولي هما approximately كامل انا الارقام اللي عندي في في givens 4 كان ما بين 1 significant figure 2 significant figures 3 significant figures انا المنمم عندي استخدم 1 او واحدة زيادة ممكن اكتبها to 2 significant figures لو كتبتها to 2 significant figures تبقى four zero 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 او اللي هي four hundred thousand اللي هي four hundred كيلو فاسكال او ممكن اكتبها in standard form four point zero times ten to the power of ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة five فاسكال ممكن اكتبها كده او كده او كده فانا اول تريك عندي دلوقتي كانت ان انا احاول من celsius لكالفن عشان اعرف استخدم الاقواشن دي طب عرفت منين ان انا استخدم الاقواشن دي عشان في الجيفنز بتاعتي ما كانش فيه غير pressure و temperature طب لو سألني ايه الاسمشن اللي انا عملتها ان انا كان عندي constant volume و constant amount of gas وانا بعمل calculations احنا كده خلصنا الكلام بتاع الشابتر الاولاني في thermal وكنا بنتكلم على different properties بتاع solids والliquids والgases عرفنا ازاي نعمل بينهم comparison اتكلمنا على brownian motion والاسبات بتاع ان انا الموليكيل move randomly وكان ال description بتاع الموشن كان زيجزاج random lines وبرسمها broken lines من غير pattern ال explanation بتاعي ان الموليكيل اللي حوالين البورتكيل بتاعتي سواء كانت smoke او dust كانوا بيغبطوا فيها فكانوا بيعملوا change momentum فبيعملوا force وresultant force بيخلينا تحرك ومدام الforces كانت او collisions كانت random فالموشن برضو هتبقى random اتكلمنا على temperature ان هي measure of the average kinetic energy of molecules يعني الموليكيل الوحدة عندها kinetic energy قد ايه فالhot objects بيبعندها الموليكيل بتمشي اسرع الموليكيل بتحرك ببط تكلمنا على thermal equilibrium ان انا لو عندي اتنين materials او اتنين objects محطوطين جنب بعض دايما هي تتطلع من السخط للسائع لغاية ما الاتنين يوصلوا لنفس temperature السخط هيبرد شوية السائع هيسخن شوية بس على حسب اي حجم اكبر هنشوف مين هيسخن قد ايه ومين هيبرد قد ايه لغاية ما برضو في الاخر الاتنين هيبوا عند نفس temperature اتكلمنا على expansion في solids واننا عندي دلوقتي الصالد لما الموليكيل بتفايبريت اسرع الموليكيل بتزيد وده اللي بيكبر الفوليم بتاعي واننا عندي different materials عندهم different expansivity واننا لازم اتسيب gaps او لو عندي contraction ايحصل يبقى لازم اصيب زيادة عشان اعلاو for expansion and contraction تكلمنا على باي metallic strip اننا دايما لو عندي اثنين materials لازم في بعض كانوا original same dimensions وسخنت هيبند ناحية اللي بيبقى اقصر اللي بيكسبند اقل ولو سقعت هيبند ناحية اللي بي contract اكتر دايما بيبقى بيبند ناحية اللي بيبقى اقصر في final result وقولنا ان انا ممكن استخدم الbiometaric strip دي ك thermal switch او temperature sensing switch اتكلمنا على expansion في liquids وقولنا ان انا دانستي بتاعتي بتقل ولما بسخن liquid اللي السخن بيطلع لفوق لانه less dense عشان الvolume بتاعه كبر وكنا compare the volume expansion بتاع liquids والsolids قلنا ان solids بتexpand اقل من liquids او liquids بتexpand اقل من solids وby the way لو compared مع الجاز كمان هلاقي ان الجاز بيexpand اكتر من ال liquid يعني ترتيب كده من صغير الكبير solid liquid gas gas اكتر واحد بيexpand لو سبته يexpand وكنا قلنا ان الووتر بيحصل بيحصل بسبب الفريزن ان ان انا عندي فاجأة بسيب حتة فضية في النص وده اللي بيخلي ال ice less dense than water لان ال volume بتاعه اكبر من ال water بس ده في water بس ال water بس هي ال liquid الوحيد اللي بيحصل في الكلام ده واخر حاجة تكلمنا على gas قلنا زي gas بيخبط ان بيخبط في container فبيعملو change momentum فبيعملو force ولو pressure go اكتر من pressure برا container وcontainer movable يعني الwalls بتاعه زي balloon مثلا تقدر تي expand ال gas يقدر ي expand اتكلمنا على gas temperature قد رقول P1 V1 equal P2 V2 وان لو عندي constant volume قد رقول P1 over T1 equal P2 over T2 ولو عندي constant pressure قدر اقول V1 over T1 equal V2 over T2 وحاجة ثابتة فيهم هما الثلاثة اننا لازم يكون عندي constant amount of gas وفي equations بتاعت temperatures لازم احول temperature من Celsius لكلvin كنت بجيب temperature بالdegree Celsius وازود عليها 273 عشان اجيب temperature in Kelvin واستخدم ها في equations اللي temperature فيها تحت كده احنا خلصنا اول chapter في thermal physics تقدروا دلوقتي تحلوا الاسلة بتاعت paper 2 multiple choice في chapter 8 واشوف كم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله وبحب افكركم في نهاية الفيديو ان notes و classified بتاعت syllabus بتوعي موجودين في مكتبة atlas او في مكتبة smart ك hard copy انا هحط اللينك بتاعت الفيديو ده وانتو available عندكم انتو تشتروهم ك hard copy او soft copy من مكتبة atlas مش ورق مطبوع لو انتو مش في القاهرة او مش في مصر مش available عندكم انتو يتبع او كده او انتو تنزول تشتروها ممكن تشتري soft copy the notes will classified the notes بيبع معها summary classified محلول فيها كل حاجة بالتفصيل وبال بتاعت الكلام اللي مفروض يتكتب في الاسئلة العادية واشوف كو في الفيديو اللي جاي انشاء الله